أعزائي الطلاب والطالبات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحب بكم في خدمة دروس للصف الأول المتوسط وسوف يكون عنواننا هو التجوية والتعرية وأثرهما وبالتحديد سوف يكون حديثنا هو عن التعرية وسوف يقدم محدثكم الأستاذ راعد بن يوسف المالك من خلال عنوان الدرس ماذا تتوقعون أن نتعلم اليوم؟ سوف نتعلم مفهوم التعرية وأيضا سوف نتعلم عوامل التعرية وكذلك سوف نتعلم آثار التعرية إذن هذا ما سنتعلمه اليوم من خلال هذا الدرس فكونوا معنا التعرية أين نحن الآن يا عبد الله؟ نحن الآن يا فاطمة أمام جبل القارة وما هذه الكسور التي توجد بالصخور؟ هذه الكسور هي أثر العوامل الجوية وماذا يطلق عليها؟ يطلق عليها اسم التعرية التعرية وماذا تقصد بالتعرية؟ وكيف تؤثر تلك العوامل على مثل هذه الجبال الشامخة؟ تخيل معي عزيز الطالب والطالبة أنك تنظر إلى واد كبير وهو محفور بتأثير نهر طويل فإنما تشاهده أمثلة رائعة على جمال الطبيعة التي أبدعها الله سبحانه وتعالى وإنما تشاهده من ظواهر أو تكسر لهذه الصخور هي بفعل التعرية والتي تحدث على سطح الأرض فالتعرية هي تآكل الصخور أو الرسوبيات ونقلها ولكن أعزائي الطلاب والطالبات ما عوامل التعرية المؤثرة على الصخور؟ نلاحظ أن التعرية تحدث في تآكل الصخور أو الرسوبيات ولكن العوامل التي تؤدي لهذه التعرية تشمل الجاذبية ونقصد بذلك الجاذبية الأرضية وأيضاً العامل الآخر وهو الجليد ويعمل الجليد في بعض الأماكن دور عامل التعرية وكذلك عامل الرياح عند حركتها على سطح الأرض وكذلك العامل الأخير المياه وما يتضمن من تجمع للمياه الأمطار والأنهار وجريانها على سطح الأرض إذن هذه العوامل التي ذكرناها هي عوامل التعرية على سطح الأرض ولكن دعونا نسلط الضوء أولاً على الجاذبية ونبدأ بسؤال يا ترى ما هي الجاذبية ومدى أثرها على التعرية إن كما تلاحظ أن الجاذبية هي القوة التي تسحب الأجسام بعضها نحو بعض وفي حديثنا عن الجاذبية الأرضية تقوم هذه الجاذبية بسحب كل شيء موجود على الأرض نحو مركزها والسبب في ذلك هي قوة الجاذبية التي تكون في مركز الأرض ونتيجة لذلك فإن الصخور كيف تتحرك سوف تلاحظ أنها تنحدر ناحية الأسفل باتجاه مركز الجاذبية الأرضية وعندما تتحرك الصخور أو الرسوبيات نحو أسفل المنحدر بسبب الجاذبية الأرضية فقط فإن ذلك يسمى حركة الكتل الأرضية ولكن أعزائي الطلاب والطالبات ما هي أنواع حركات الكتل الأرضية؟ تتمثل حركة الكتل الأرضية في أنواع مختلفة ولكنها تجتمع في كونها تتحرك بالأسفل باتجاه الجاذبية الأرضية ومن هذه الحركات للكتل الأرضية ما يسمى بالزحف وكذلك السقوط وأيضاً الإنزلاق الصخري وأخيراً ما يسمى بالتدفق الطيني إذن هذه الأنواع الأربعة هي تمثل حركة الكتل الأرضية الناتجة من الجاذبية الأرضية ولكن كيف يحدث حركة الكتل الأرضية وبالتحديد الزحف؟ يحدث الزحف عندما تتحرك التربة على المنحدرات ببطء شديد ولكن في اتجاه بالتأكيد سوف يكون للأسفل نتيجة تأثير الجاذبية الأرضية وبذلك فإن حركة الكتل الأرضية هذه تسمى زحفاً ولكن كيف تحدث؟ تحدث هذه العملية نتيجة تجمد الماء والصهارة فعند تمدد الجليد الناتج عن تجمد الماء في التربة فإنه يدفع الرسوبيات إلى السطح وعندما ينصهر الجليد في التربة تتحرك الرسوبيات إلى أسفل المنحدر ولذلك نقول أن سبب عودة الرسوبيات بعد ذوبان الجليد هو نتيجة سحب قوة الجاذبية إلى الأسفل ومع تكرار عملية الإنصهار والتجمد سوف تلاحظ أنها تتحرك كمية ضخمة من التربة بهذه العملية ناحية الأسفل وتسمى عملية الزحف ولذلك ينتج عن ذلك زحف للرسوبيات من أعلى المنحدر حتى أسفل هذا المنحدر ولكن أعزائي الطلاب والطالبات كيف يحدث السقوط؟ يحدث عندما يتحرك كتلة من الصخور أو الرسوبيات إلى أسفل المنحدر تاركة فيه أثارا منحنيا وهذا النوع من السقوط يؤدي إلى تدمير الكثير من المنازل المبنية فوق الصخور وحركة هذه الكتل أو ما يسمى بالسقوط هي ناتجة عن ما يسمى الجاذبية الأرضية ناتي الآن لللوع الآخر من حركة الكتل الأرضية وهو انزلاق الصخور ولكن كيف يحدث؟ تحدث الانزلاقات الصخرية بسرعة عالية حيث تنفصل طبقات من الصخور أسفل المنحدر وعادة تتفتت هذه الصخور المنزلقة وتؤدي هذه العملية إلى تراكم قطع كبيرة من الصخور أسفل المنحدر أما النوع الأخير من حركة الكتل الأرضية وهي التدفق الطيني ولكن كيف يحدث التدفق الطيني؟ عندما يعمل الجليد المنصهر أو المطر على إشباء الرسوبيات فنلاحظ ستحول الرسوبيات إلى مادة طينية وتدفق الطيني كتل من الرسوبيات الرطبة نتيجة الماء والمتدفقة إلى أسفل المنحدر نتيجة الآن لتقويم الاختيار من المتعدد العملية التي تحدث أثناء حركة الرسوبيات ببطء نحو أسفل المنحدرات يهل ترى؟ هل يسمى السقوط؟ أم يسمى الزحف؟ جيم؟ يسمى التدفق الطيني؟ إذن ما هي الإجابة الصحيحة؟ إن الإجابة الصحيحة هي الزحف وهو يحدث نتيجة حركة الرسوبيات ببطء نحو أسفل المنحدرات نأتي الآن إلى العامل الآخر من عوامل التعرية ألا وهو الجليد ولكن يا ترى ما الدور الذي يلعبه الجليد في عملية التعرية؟ يلعب الجليد في بعض الأماكن دور عامل التعرية ففي الأماكن الباردة تكون كمية الثلج التي تسقط أكثر من تلك التي تنصهر ومع مرور السنين يتراكم الثلج ليشكل كتلا ضخمة وسميكة من الجليد تدعى الجليديات وعندما يصبح سمكها كافيا تنزلق على المنحدرات بفعل الجاذبية الأرضية ومع حركة الجليديات على سطح الأرض فإنه يؤدي إلى التعرية المواد من مكان وترسيبها في مكان آخر تستطيع الجليديات تعرية الصخور وتحتها بإحدى طريقتين الأولى إذا كان الصخر به شقوق فيمكن أن يفتته الجليد إلى قطع يحمله معه بسبب تعريته ببطء أما في مكانه أو أسفل الوديان تقوم بترسيب حمولتها على شكل رواسب جليدية ومن النتائج الواضحة لتعرية الجليديات للوديان أنها تؤدي إلى زيادة عرض الوادي الذي يصبح شكله كحرف اليو باللغة الإنجليزية من العوامل التي تحدث التعرية وهي الرياح فعندما تتحرك الرياح فوق رسوبية طرية حبيباتها صغيرة بحجم الجرين أو الرمل فإنها تحمل معها جزء من حبيباتها الناعمة تاركة وراها الحبيبات الكبيرة التي لا تستطيع رفعها كما تستطيع الرياح الحاملة للرمل حتى الصخور التي تمر بها وهذا ما يسمى بالبري أو الحت حيث تصطدم جزيئات الرمل في الهواء مع الصخور ومع زيادة سرعة الرياح قد تستطيع حمل جزء من حبيبات الكبيرة مما يحدث لها ما يسمى بالقفز والاستدام مرة أخرى بسطح الأرض مما ينتج عن ذلك حت لهذه الحبيبات وكما تلاحظ هذه الحبيبات المتطائرة نتيجة الحت وعندما تمر الرياح على جسم غير منتظم مثلاً صخر أو تجمع من النباتات فإنها تتباطأ وتقوم بترسيب حمولتها في هذا المكان ومع استمرار عملية الترسيب يتكون لدينا ما يسمى بالكذيب الرملي ومع استمرار حركة الرياح تقوم بدفع حبيبات الرمل للكثيب وتنقله بالكامل إلى مكان آخر ننتي الآن إلى العامل الآخر من عوامل التعرية وهو المياه ولكن يا ترى ما هو الدور الذي تقوم به المياه لإحداث التعرية نلاحظ هنا تساقط للأمطار وهذه الأمطار تكون على سطح الأرض وبعد ذلك يتم تجمع المياه وتسمى حركة المياه التي تجري على سطح الأرض بالجريان السطحي ويعد الجريان السطحي عامل رئيسيا في عملية التعرية وكلما زادت سرعة المياه زادت مقدرتها على حمل المواد ويتحرك الماء فوق سطح الأرض بعدة طرق إحداهما تحدث عنده طول الأمطار على سطح منحدر حيث تتحرك المياه على شكل طبقات رقيقة ويسمى هذا الجريان بالجريان الصفائحي ويمكنك مشاهدة هذا الجريان عندما تقوم بسكب الماء على سطح السيارة وعندما تسير المياه حول حواجز فإنها تصبح أعمق وتكون الجداول الصغيرة ومع الزمن تتعمق هذه الجداول وتتحول إلى أخاديد وهي أقدر على تعرية سطح الأرض من الماء الذي يجري جريانا صفائحيا أما النوع الثالث والشهير من طرق جريان المياه فهي الأنهار ففي المناطق الجبلية تجري الأنهار بسرعة كبيرة لدرجة تستطيع معها حمل قطع الصخور وخصوصا في مناطق تكون الشلالات وعندما تترك الأنهار الجبال تسير نحو المناطق المبسطة فإن سرعتها تنخفض فتقوم بحت الصخور على أحد الجوانب وترسيبها على الجانب الآخر تشترك زميع عوامل التعرية في تشكيل سطح الأرض وأيضا تستطيع أن تنقل الصخور والرسوبيات من مكان إلى مكان آخر وأيضا تستطيع أن تكون الوديان والأخاديد والكثبان الرملية وهذا ما يسمى أثر التعرية تقويم الإختيار من متعدد أي عوامل التعرية يكون الكثبان الرملية ألف هل هي الرياح أم أنها الجاذبية أم أنها الجليد يترى ما هي الإجابة الصحيحة إذن الذي يكون الكثبان الرملية هي الرياح نأتي الآن لتقويم ختامي ضع الرقم في المكان الصحيح واحد حركة الكتل الأرضية اختر ما يناسبها في العمود الآخر إذن حركة الكتل الأرضية يحدث عندما تتحرك الصخور أو الرسوبيات نحو أسفل منحدر بسبب الجاذبية فقط نأتي الآن رقم 2 الجليد اختر ما يناسبها في العمود الآخر إذن الجليد هو أحد عوامل التعرية الذي يكون ودياناً على شكل حرف U تعلمنا اليوم التعرية وهي تآكل الصخور أو الرسوبيات ونقلها وذكرنا أيضاً أن التعرية تحدث وفق عوامل ومنها الجاذبية ونقصد بذلك الجاذبية الأرضية التي تقوم بسحب الأجسام نحو مركزها وتسبب الجاذبية إلى حدوث حركة الكتل الأرضية وتشمل هذه الحركة السقوط والزحف والانزلاق الصخري والتدفق الطيني نأتي العامل الآخر وهو الجليد ومدى تأثيره على التعرية حيث يساهم الجليد في عملية تفتيت الصخور إذا كان بها شقوق وأيضاً نقلها من مكان إلى مكان آخر وأيضاً يستطيع تفكيك الصخور إلى قطع فوق قاع المجرى ويمكن سحب الجليديات إلى أماكن الترسيب وتؤدي أيضاً تجوية الجليديات للوديان إلى زيادة في عرض الوادي الذي يصبح شكله بحرف اليو أما العامل الآخر من التعرية وهو الرياح فتقوم الرياح بحمل الرسوبيات ويمكن أيضاً أن تقوم بحد الصخور أو تقوم أيضاً بترسيب هذه الرسوبيات على شكل كثبان رملية والعامل الأخير من عوامل التعرية فهي المياه التي تحدث جريان سطحي ناتج من مياه الأمطار وحركتها على سطح الأرض وأيضاً جريان المياه في الأنهار وهو الأكبر تأثيراً والتي تسبب بذلك حد للصخور على أحد الجوانب وترسيبها على الجانب الآخر كما ذكرنا أيضاً أثر عوامل التعرية أيضاً على تشكل سطح الأرض بالإضافة إلى ذلك يؤدي التعرية إلى نقل الصخور والرسوبيات من مكان لمكان آخر وأخيراً أن التعرية تكون الوديان والأخاديد والكثبان الرملية وصلنا إلى نهاية الدرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته